وهذا طبعا يطرح مجموعة من الأسئلة حول أسباب زيادة هؤلاء القتلى والجرحة ما الذي يدفع فعلا لأن نرى ارتفاع في زيادة القتلى والجرحة مع الإشارة إلى أنه قبلها كان أيضا هناك تعتيم لكن الآن نتحدث عن نسب أعلى بكثير حتى بالنسبة لما تعلنه المقاومة في عملياتها هو قبل استعراض الأسباب يوجد جواب مهم الجيش الإسرائيلي وأي جيش في العالم يستطيع في بداية المعركة أول شهر شهرين ثلاثة إلى حد أقصى أن يتكتم على هذه الأرقام ولكن في مكان معين لا تستطيع أن تإخفاء عشرات وإذا لم نقل مئات الجثث وآلاف الإصابات أولا عن الرأي العام لديك الرأي الإسرائيلي ثانيا عن ساحة قتال أصبحت مفتوحة على الأقل لو أخذنا فيديوهات المقاومة منهم بياناتها وجئنا لنقارن نسبة من أصيب في هذه الفيديوهات من أليات وأفراد وجئنا لنقارنها بالبيانات الإسرائيلية سنجد هناك فارقا كبيرا طيب لو أخذنا بيانات المقاومة بعين الاعتبار أيضا سنجد الفارق يتسع ولو أخذنا أيضا تجارب الحروب السابقة سنجد أن النسبة دائما واحدة إلى عشر نعدد إتنى الأسباب إذن الأسباب هي أولا تحسن أدوات القتال وربما يسأل الناس ما هي الأدوات الأداء الأساسية التي دخلت على الساحة هي العبوات الناسفة بصورة كبيرة للأسف الأحزم النارية كانت قد تسببت رميا في إخراج جزء كبير منها بالعبوات عن الخدمة ولكن بعد الهدنة وبعد الاستفادة من بيئة الركام الموجودة تم جرع زرع مجموعة من العبوات ولاحظ في بيانات المقاومة كيف يجري الحديث عن عبوات وكان في حديث مهم جدا أخيرا عن العبوة البرميلية التي يزيد وزن المتفجرات فيها عن 200 كيلوغرام وتجرى تفجيرها في خان يونس عبر كتائب القسام وكان طبعا هناك بيان لاحق أنه أجهز على من تبقى من هذه القوة تتحدث فقط عن 15 جندي في يوم واحد في مكان واحد السبب الثاني هو أن القتال على الأرض أصبح أقرب وأوضح بمعنى أن المناطق الزراعية والمناطق المفتوحة لم تقاتل المقاومة فيها إلا بالحد الأبنى ولكن هي ذهبت الآن إلى القتال بين الشوارع كل مقاتل يعرف بالضبط حتى أين المداخل والمخارج وكل ما يمكن أن يكون يفيد في القتال أيضا نتحدث الآن عن المناطق الصعبة نتحدث عن خان يونس نتحدث عن الشجاعية عن الزيتون عن جباليا وكل يوم هناك تكرار إسرائيلي بالاعتراف المتكجر أن هذه المناطق تشهد قتالا شرسا وصعبا أيضا هناك صعوبة لدخول الأليات في بعض المناطق خاصة في معسكر جباليا فتحول القتال وجها لوجه صارت الأليات أقل صارت القوات الخاصة أكثر هذا يعطي فرصة للمقاومة من أجل توجيه ضربات قاتلة وفي النهاية أو قبل النهاية الركام دائما هو بيئة قتال صعبة جدا الجيش الإسرائيل هو الذي خلق هذه البيئة وحول غزة إلى ميشبستان لقراد وهو اليوم يدفع ثمن أو ضريبة هذه البيئة ولا ننسى أن الهدنة أعطت فرصة للمقاومة لدراسة سلوك العدو لا شك أنه العدو غير الجزء كبير من خطته في هذه الحرب عن الحروب السابقة ربما هذا في الضغط المباشر والمكثف والمتوالي في بداية الحرب قبل الهدنة لم يعد المقاومة هذه الفرصة لا تنسي أن هناك تواصل بين المقاومين كان واضحا من بيان أبو عبيدة التفصيل الدقيق المتابعة الجغرافية الحثيثة لكل منطقة بمنطقتها فلا شك أن هناك كانت تراسل بالحد الأدنى مجموعة من نقل الخبرات الواضحة لأكثر من مقاوم وأكثر مجموعة وإعادة دراسة الأمور وإذا لاحظنا في بعض الفيديوهات في بداية الحرب كانت المجموعة تكون كثيرة عادة أن يكون فيها 10 إلى 12 الآن المجموعة تتحرك بعدد أقل 3 إلى 4 وهذا واضح من الخبرات والنتائج التي خرجت فيها المقاومة وليس شرطا في كل المناطق وإنما كل منطقة تعمل بالطريقة التي تناسبها